بعد أن كان العراق من أغنى بلدان المنطقة بالمياه لمرور نهري دجلة والفرات في أراضيه فضلا عن الروافد والبحيرات والأهوار وما توفره الأمطار من مياه جعلت منه بلدا متنوع الانتاج في جميع المجالات ولسيما الزراعية والحيوانية إلا أنه بدأ يفقد ذلك الكنزة بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني في عام 2003 بخطط مدروسة لإضعافه والسيطرة عليه التصحر بات اجتاح نحو 50% من الأراضي العراقية وتهدد زيادة بلوحة التربة الجانب الزراعي في 54% من الأراضي المزروعة بحسب إحصائيات حكومية في حين وصف خبراء متخصصون الوضع المائي في البلاد بالكارثي بسبب تراجع مناسب نهري دجلة والفرات في حين تتبع إيران سياسات مائية مجحفة حولت من خلالها مجاري بعض الأنهار إلى الداخل الإيراني بدلا من مصبها الطبيعي داخل الأراضي العراقية وسط صمت الحكومة الحالية المتحمد عن الانتهاكات الإيرانية الصارخة التي تهدد الثروة المائية والأمنة الغذائية للبلاد خبراء في شؤون المياه أكدوا أن العراق لا يملك حتى الآن استراتيجية للمياه الجوفية لمنع استنزافها أو استثمار مياه الأنهار والأمطار وإقامة السدود فالجفاف عم الأنهار والروافد والأهوار والبحيرات كما هي حال بحيرة ساوى بمحافظة المثنى التي أصبحت أثرا بعد عين في حين فقد سكان نحية الإمام بمحافظة بابل الأمل بإحداث أي تغيير في وضعهم المعيشي مع غزو الجفاف أرضهم وعدم تأمين الدولة مياه الشرب هذا وأقرت وزارة البيئة في العراق بتصريف أكثر من 6 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي باتجاه نهري دجلة والفرات وهو ينذر بكارثة بيئية تهدد صحة المواطنين وسلامتهم مؤكدة أن العراق يعاني من جراء عدم وجود مشاريع لمعالجة الصرف الصحي إهمال الحكومات المتعاقبة ملف المياه والجفاف الذي يزحف بسرعة باتجاه المدن والأرياف ينذر بكارثة جعلت العراق يعاني أزمة مياه شديدة بلغت مستويات قياسية حولته من بلد الفائض المائي إلى بلد العوز والفقر المائي إذ اضطر كثير من السكان للنزوح من مناطقهم فضلا عن شغال السلطات والميليشيات المتنفذة بمصالحها الحزبية وتحقيق مكاسبها الشخصية على حساب مصلحة العراقي والعراقيين ترجمة نانسي قنقر